يسعدني أن أرحب من جديد بفخامة الرئيسة دوبادي مورمو رئيسة دولة الهند صديقة أرحب بها في زيارتها إلى الجزائر ولأول مرة تستقبل الجزائر رئيساً للهند سبق وانا استقبلنا الوزراء الأولين اقتنمنا الفرصة هذه للتواجد فخامة الرئيسة دوبادي مورمو لأجرينا مباحثات مكتفة تناولنا خلالها التعاون ثنائي وأفاق تطويره من جهة وتطرقنا من جهة أخرى إلى قضايا إقليمية ودولية راهنة ففيما يخص تعاون ثنائي تفقنا على ترقية على المستوى الاقتصادي والتسجيع لاستثمار والتبادل التجاري وفي هذا السياق سيتم في أقرب وقت البدء في التحضير إلى عقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة المشتركة للتعاون وآلية تشاور سياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية طبعا لسيما من خلال لقاء رجال الأعمال من البلدين وتعزيز أطر تعاون بإطراء الإطار القانوني والتنسيق والتشاور من جهة أخرى كان لي مع فخامة الرئيسة حديث مطول ومعمق أملته الظروف الخاصة والاستثنائية الراهنة على المستوينين الإقليمي والدولي تطرقنا إلى ملفات عديدة منها ملف شرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته لا سيما الاعتداء على قطع غزة وعلى جنوب لبنان ومن جرى عن ذلك من تبعات إنسانية كارثية وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم وبهذا الخصوص تفقنا على تكثيف التنسيق والتشاور وجددنا التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في حدود جوان 67 وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا كذلك أكدنا على أهمية الاحتكام إلى القانون الدولي والتمسك بأهداف ومبادئ ومثاق الأمم المتحدة فيما يخص منطقتنا تفقنا على أن نتابع معا مخرجات مجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء الغربية وفيما يخص المستجدات في الساحل على ضوء الأوضاع المقلقة السائدة فيها وأبدينا حرصنا على مواصلة دعم جهود السلم والأمن والتنمية في المنطقة لمساعدة الدول المعنية على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والبيئية التي تواجهها وفي كل من هذه الملفات سجلنا تطابقا في وجهات النظر واتفقنا على مواصلة الجهود المشتركة للمساهمة في استثباب الأمن والاستقرار سواء في هذه المنطقة أو في مختلف مناطق العالم التي تشهد أزمات تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين فخامة الرئيسة لقد أسعدني لقاءكم وتذكرنا معا تاريخ المشترك ومساندة ومساعدة دولة الهند أنا ذاك في حصول على العضوية في مؤتمر بوندونغ عدم الانحياس في 1955 كما شكرت لفخامة الرئيسة ولن نقف عن شكر الهند لما سمحت لنا به في 1959 لفتح مكتب في نيودلهي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أنا ذاك كذلك من ربما الاستثنائيات الديبلوماسية في العالم جمهورية الهند أقامت علاقة ديبلوماسية مع الجزائر قبل إعلان الاستقلال الجزائر في 5 جوليو 1962 العلاقات الديبلوماسية بدأت في جواء يعني أسابيع وعيام قبل إعلان الاستقلال ولا يخفى على أحد أن ربما مررنا بمرحلة فطور ولكن سنسترجع تشاور مثل ما كان بيننا كدولتين فاعلتين في حركة عدم للحياج وأشكرو مرة أخرى سيدة فخامت الرئيس على تشريفين بزيارتها هي والوفد المرافق لها وشكرا نمسكار إنه لشرف كبير لي أن أقوم بهذه الزيارة الأولى إلى الجزائر هذه هذه الزيارة الأولى مميزة للغاية وتأتي بالتزامن مع بداية العهدة الثانية للرئيس تبون يرافقني الكاتب الخاص وأعضاء في البرلمان كما يرافقني وفد من الرجال الأعمال إنه يوم تاريخي في العلاقات بين البلدين أهنئ الرئيس تبون على إعادة انتخابه رؤيته للجزائر المفتح حقا رائعة الهند والجزائر يجمعهم تاريخ مشترك من النضال ضد الاستعمار لدينا الطموح لتحقيق الرخاء لشعبين اليوم أجريت محادثات واسعة مع الرئيس تبون أود أن أطمئن السيد الرئيس بأننا ملتزمون برفع علاقاتنا إلى مستوى عال للغاية مع التركيز على الاستثمار أتيحت للفرصة للتعبير عن التزام الهند تجاه إفريقيا المنتدى الاقتصادي المقرر اليوم سيقوم بمراجعة مشاريعنا المشتركة وسيحدد عدة مبادرات لتوجيه تعاوننا الاقتصادي والتجاري نحو مسار جديد أشكر الرئيس تبون على قيادته واهتمامه الشخصي ودعمه للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة